السلام عليكم حبيباتي الغاليات متتبعاتي الوفيهات فيديو جديد وفصفة جديدة نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله أريد أن نشارك معكم طبق قرائع جدا جيت عند حماتي ووجدنا هذا الغذي وهادي حوتة معمرة بالشعرية ومرافقة بالخضر طبق صحي بامتياز وبنين بزف بزف فان شاء الله تعجبكم الطريقة لتابعوا الفيديو التال الاخير وما تنسونيش خليولي شي لايك عدوا كملو وبسم الله على بركة الله اول حاجة حبيباتي ميكا تاخدوا الحوتة ديالكم مهم الحوت تبارك الله ما شاء الله انواع كثيرة انتم من الحوتة اللي كتختاروها انا بالنسبة لي كنقول مول الحوت هو اللي كيساوبها لي لحقاش شركوا عارفين هذا الحوت الكبير كيكون فيه الشوك وحنا من عنا الوليدات ما كنبغيو باش ناكلوه وحنا مهنيين فهنا هي كياخدها مول الحوت وكينقيها كيهيد لها ذاك الرس جالها لها ذاك العظمة الكبيرة اللي فيها وحتى ذاك الشوك اللي كيكون في الطراف المهم نقاها مزيان مزيان انا جبتها للطر وغسلتها مليح بالحامض وراها واجدة وكينما شتو كيحلوها من الظهر مكنت بغيت نعمر الحوتة كتقول انو بغيت نعمرها كيحلوها من الظهر ماشي من الكرش ديالها كيحلوها من الظهرها شرمولا انا اخذيت هنا واحد طبسة درت فيه واحد ربعة ديال المعالق ديال القصبورو معدنوس حكيت فيه واحد ثلاثة ديال الفصوصة ديال التومة درت للملحة هينكم ميزانكم درت الخرقوم درت الخرقوم درت شوية ديال الفلفل اسود تقريبا واحد نصف ملعقة صغيرة ديال الخرقوم رأس ملعقة صغيرة ديال الفلفل اسود بالنسبة للكامون كتديرو ملعقة كبيرة ديال الكامون كتديرو كدلك ملعقة كبيرة ديال الفلفل احمر اه كذلك زيت زيتون كندير واحد يجمعها القاكا زيال زيت زيتون وشنو كندير واحد العصير ديال نص حامضة الحامض كيجي زوين في الحوت ولكني لما كانش عندك الحامض ممكن تديري الخل واحد معلقة كبيرة ديال الخل ندرت هنا واحد نص كاس صغير ديال الماء باش كنخلط هالتوابل كاملة وصفيها هي شرمولة ديالنا جاهزة هاد شرمولة غدي نشرملو بها كل شي غدي نشرملو بها الحوتة والخضرة والشعرية المهم تقام معايا باش شوفو طريقة كيفاش سوفي شرمولة واجدة غدي نجيب الحوتة وكننشرملها هي اللول كندهنها مزيان مزيانها كام جميع الجوانب بها الطريقة هادي وكنندهنها نشرملها حتى مل داخل ديالها بهاد الشكل هادة باش كجيها كبنينة ولديدة سوفي غدي نحيدها على جانب هنا عندي الشعرية الصينية بالنسبة انا بغت نعمرها بشعرية الصينية ممكن تعمروها بالروز اللي بغت تعمرها بالروز كتسلقو نص سلقة عاد كتشرمله وتعمرها ممكن تعمير شعرية الصينية تغنيو الماء ت axe اينا وكتغليو الماء كامل وكتخليها فقطوها برهاد هذه الماء عاد كتصفيوها لي بغت تقطعها ولي بغت تخليها الطويلة كيما شتوا انا اصدرتها فلما هناك و خليتها احذنت خليها الفدقايا قاعد نصفيها و بالنسبة للخضر كتاخذي اي خضره بغيتيها شتوا انا خداها بالنسبة للخضره كل شا ايه قدة شكل طول يا رقيق باش ما تاخديش وقت في الطياب لحقاش كيما تعرفو الحوته ضغيه كالطيب والخضره قطعناها هاكي كرقيقه باش تهي ما تاخدش الوقت في الطياب وعندي كذلك البصله الخضاريه غادي نستعملها من بعد نحيدها هنا كيما شدتو انا قدرت شوية ديال اللفت شوية ديال البطاطه حلوه البطاطه العادية الجازر والكورجيت هادو قاعد درتهم وهنايا اخديت شوية من ديك شرموله اللي درنا واحد شرمولتهم مزيان مزيان هناك تشدو الصينيه اللي غادي تطيبو فيها هاد الحوته كيما كانت الصينيه اللي بغيتو تديرو فيها حكيت فيها جوج حبات كبار ديال الطماطم وكذلك غادي نقطع فيها واحد جوج دروسه ديال التوم بالنسبة لي نحنا كيعجبنا التوم فكا نقطعها ماشي مشكل اللي ما كتبغيش ان التوم تكون بينه فممكن تحقيها في الحكاكه من بعد ستعليهم واحد جوج معالق ديال زيت زيتون وصافي غادي نخلطهم مع بعدياتهم ونوزحهم هكا على اسفل ديال الصينيه صافي كانش بدو هديك الحوته اللي قبل خديت هديك البصله كورجيت إلا ما عندكش البصله الخضاريه ديري البصله العادية شرائح انا قدرت هدي البصله الخضاريه قطعت هاد واوه هدا هو الموسم ديالها وكتجيزوين لبزافكة تهجبني وهنا ياش ديت الحوته وحطيتها بهد الشكل هادا صافي دركي حتى كتحطها في الصينيه عاد كتعمروها باش هكا جيكم ساهلا صافي حبيباتي الشعريه الصينيه كراكوتوفو صفيتها وحتى هي غادي نديرها في هديك تشرميله اللي بقيت لي نزلها كامله ونتبلها مزيان مزيان اللي بغى تضاف هنا يا زيتون بقطاع اللي بغى تضاف شامبينيون تقدر تضافي اي حاجة انا خليتها غي هكا غيب ديك تشرميله اللي درت لها صافي وكتبدي وتعمرو الحوته ديالكم بها الطريقة هذي هنا انتو معندكم الاختيجار اللي بغى تندها الخاطر ديال الخياطه بغى تخيطها ممكن اما انا ما عنديش هكا الخاطر ديال الخياطه فانا اخدت غيلي كيوردون وشديتهم بلي كيوردون وخير بقاتلي شوية شعريه بينه فماشي مشكل غطيت طفل فران معليها حتى شي حاجاتي انزلت شي حاجة فسطينيه كل شي كينتكل فانا انا غادي نشدها هكا كامل بالكيوردون بهاد الشكل هاذا كي مراكو تشوفو ومبعد غادي ندور لها الخضر بالنسبة للخضر الى بغيتو تخلطهم تحطهم هكا بخلطين انا بغيت ندير كل حاجة يعني هكا بوحدها فاكي مشتو جيها درت فيها دك الجازار جيها درت فيها الكورجيت اصابع ديال الكورجيت جيها كذلك غادي ندير فيها البطاطا الحلوه بهاد طريقة هذي وجيها غادي ندير فيها البطاطا العادية واللفت قطعتهم الرقاخ وهذي الشرمولة اللي بقات لي ديال الخضر غادي نزيد عليها شوية ديال الماء وصافي وكنديرها من فوق ديالهم وزيت شوية ديال الفلفلة الخضراء من فوق وشوية ديال الحامض وصافي هي السنية ديال نواجدة كتشعلوا الفران يسخر مزيان وكتغطيوها من الاحسن تغطيوها بالخضر اما بصانية اخرى اما بورق الزبدة وكتغليوها ماشي بزاف مهمة اما تشوفوا الخضراء ديالكم طابت صافرها واجدة اما الحوترها بغيها قطيب قبل الخضراء صافر البنات غادي نخليها الطيب ونرجع معكم اما تشوفو صانية ديالنا من اللي طابت اني حاجة صحية وكتغطيب في مرة واحدة وبالنسبة لديك الشعرية اللي شاطتلي فورتها بوحدها درت لها واحد تفويرها درت على واحد الكاسكاس صغير على واحد الكاسرونة درت لها واحد تفويرها وبالنسبة كذلك خضيت هنا البروكولي درت له شوية ديال الملح وفورته في الصانية ديالنا رهاجة زاكرها كنت شوفو وكتقدموها كتززو ديال الحوتة ديالكم اللي كنت اللي كنت يدرتيها في صانية نقولو متانا شوية مستحة تقدري تقدمي فيها انا درت في هذه الصانية غارقة فضروري غا تخصني ننقل الواحد طبسي فكتحطو الول الحوتة ديالكم بهذا الشكل وكتدورو لها هذيك الخضر من الجوانب فانا هكا قادي نحط منها ندير شوية جازر منها شوية جازر منها مهم الخضر ننوحها باش كامل يكونوا ياكلوا يوصلوا لجميع نوع الخضر اللي درنا وكيجيدك الشي بنين 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 شو معايا كندور درنا عنها الليفت الجازر مهم كل شي موجود وهذيك الشعرية البنات اللي فورتها شاطت أو فورتها تهي درتها في الجوانب ديال الطبسي بهذا الشكل هذا ودهك البروكولي درتو في الاخير منا ومنا هذا هو شكل نهائي لطبق ديالنا متمنى ان شاء الله يكون يعجبكم هالطبق الصحي وتجربوه بطريقة ديالي انا متأكدة انه غادي يعجبكم عجبك الفيديو ديالنا ديال اليوم خليلي جاي مشي تحليق زوان شكركم بزاف على كلامكم طيب بارتاجه الفيديو الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله مع السلام شكرا